حركية كبيرة في أشغال التهيئة الحضارية، تهيئة الأرصفة، الإنار العمومية ومحاور الدوران، أشغال تمتد لساعات متأخرة من الليل هنا بمختلف أحياء مدينة سوق هرس تم رصد أموال من مختلف صناديق، سواء منها ميزانية الدولة أو ميزانية الولاية، صندوق الضامن والتضامن لجماعات المحلية وكذلك ميزانية البلدية لأجل التكفل بإعادة الاعتبار للساحات العمومية والمساحات الخضراء وتحسين الإنار العمومية وكذلك تحسين الأرصفة ومختلف الشوارع والتجمعات السكانية للمدينة إعادة تهيئة مختلف أحياء المدينة من خلال إعادة الأرصفة، حواف الأرصفة بالإضافة إلى الإنار العمومية انطلق هذا المشروع بداية من 25 أفريل ومدته حوالي ستة أشهر المواطنون من جهتهم استبشروا خيراً بأشغال تهيئة الطرقات التي كانت تشكل عائقاً كبيراً بالنسبة لهم خاصة في فصل الشتاء ترطوار جدداً لما بيبليك كليراش بيبليك جديد، ديزاين مليح، طرابور بقبل كانت ترطوار يخمج، كانت فيه أمور مشاكل الحمد لله ذركة رأيتها هيئة، حتى الساعة الأخناش تعليل وكفين علىها قيمين علىها ذكرتي هذا كان ما فيه ما يحب رب، أحفر تطواراتهم في هذه الدنيا، ذركة الحمد لله ونكنا ونعودنا مشاريع تنموية من شأنها رد الاعتبار للمدينة، خاصة وأنها تتميز بطابع جمالي خاصة